أجهة تانية أزمة كهرباء ركزوا بقى معايا شوية عشان أقول لكم القصة من طقطق لسلام عليكم وإحنا بنحب قوي القصص بس يكون صح ما يكونش فيها كلام زياد إيه قصة فاكرين قصة إمام عشور وحسين الشحات إمام وحسين وطارق حاملت مع منتخب مصر أيام فيتوريا لما خرجوا عشان يتضربوا بعد المباراة واللي عمل كده واللي عمل كده واللي عمل كده نفس القصة بعد المباراة فارقوا اللعيبة بتتضرب اللعيبة اللي ملعبتش بتتضرب أو اللعيبة اللي شاركت مثلا عشر دقائق ربع ساعة بتتضرب بعد وده يعني بتمنى بقى إن هو ما يحصلش تاني بقى عايز تضرب اللعيب خده بقى في الجيم خده على النادي خده برة لأن الموضوع بيبقى مكشوف للجميع ما زنقتش بقى العشر دقائق ولا الربع ساعة اللي اللعيب هيجريهم بالذات لأن بيحصل فيهم مشاكل كتير وبيبقوا متصورين وبيبقوا على الملأ وكل كلمة قولها لكم صح 100% مش 99 وتسعة من عشر 100% ما أنا قال للمشاكل سيادتك كلماتش يخلص خد لعبتك وتكل على الله وقفل بابك وقفل على نفسك اللي حصل ان الكهرباء كان بيجري جاريا معجبتش الراجل المساعد كولر ابتدى يتكلم بصوت عالي مع كهرباء وهنا الناس كلها مغلطة كهرباء ماشي أنا معاكم كهرباء قال له تكلمش معايا وصوتك عالي لو سمحت بعد إذنك ايه وعتعلي صوتك علي ايه ها انت او غيرك ما خلص بقى الراجل فاط بي هو انت تقعد تقعدولي عالدكة وما تلعبوش وتنزل مودست وتعاند وهنا فيه الكلب مكيالين فيه لعيبة بيبقى بتعمل خطأ وتلعب والأمور تعدي ولعيبة تعمل خطأ وتقدمتش مطشين وتلعب ولعيبة تعمل شوية منوشات وتتنسي يتعمل لها هلد ما تلعبش خالص وهنا بتكلم على لعيبة بعينها فحطة ان اللعيبة نفسها عارفة ان المدير الفني بيفرق في المعاملة دي بتبقى مشكلة مشكلة كبيرة وانا ممكن اقول لكم اسماعي عادي جدا وبعدين ده مش لعيب واحد ده اكتر من لعيب اهو قدامنا واحد اهو يعيني اقول اهو عبقادر عبقادر اهو قدامنا اهو فين عبقادر تقدر تقول لي فين عبقادر عمل معاك يعني زي ما اي حد بيعمل تاتش طير الرقبة شفاه شمعنا يعني شمعنا يعني مفيش مفيش مغفرة اقعد بقى نزلك عشر دقائق اموت فيك خمس دقائق اموت فيك عشر دقائق فالأسلوب ده ما انفعش زي ما بنقول في الزمالك وزي ما بنقول هنقول هنا هنقول في اي حتة المهم الراجل ما عجبوش الكلام المساعد بتاع كهرباء وافتنح من سنة كنا بنحكي في ايه وبنقول ايه من كتر الحكاوي راح الراجل قال له يلا اتكا الله قام عم كولر قال لهم ايه قال لهم انا مش عايز بقى كهرباء خالص بقى انسوه انا مش عايزه خالص